أطلقت الشرطة الفرنسية عمليات ضد عشرات الأفراد المرتبطين بالتيار الإسلامي والمعروفين لدى أجهزة الاستخبارات بسبب خطبهم المتطرفة ورسائل الكراهية التي طبعا توث على شبكات التواصل الاجتماعي إثرى هجوم استهدف مدرسا فرنسيا قضية أشعلت فرنسا أوقفت فرنسا أحد عشر شخصا بينهم مشتبه بهما يعتقد أنهما أصدر فتوا بقتل مدرس بعد عرضه رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد مستغلين بذلك الحرية الدينية وحرية التعبير التي يكفلها القانون الفرنسي أثار إقدام شاب ششاني على قطع رأس المدرس موجة من الغضب الشعبي في فرنسا وأثير أيضا مخاوف من أن تتسبب خطابات الكراهية بالمزيد من الهجمات الإرهابية وهجمات مضادة ضد مسلمين فرنسيين ماذا أعلنت الرئاسة هناك؟ الرئاسة الفرنسية أعلنت عن خطة عمل خطة عمل موسعة تستهدف الكيانات والجمعيات وحتى الأشخاص المقربين من الدوائر المتطرفة والذين ينشرون دعوات للكراهية وزارة الداخلية أكدت أن قامت أو أنها قامت بفتح أكثر من ثمانين تحقيق بشأن الكراهية عبر الإنترنت يستهدف كل منها من قال بطريقة أو بأخرى أن الضحية جلب الأمر لنفسه إذن تؤكد وزارة الداخلية أن أجهزة الدولة ستزور مقار 51 جمعية إسلامية خلال الأسبوع وسيتم حل العديد منها في حال ثبوت وجود تطرف بين الصفوف أعضاء تلك الجمعيات وعلى رأسها جمعية التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا مجلس شيوخ الفرنسي له دور هنا سيقوم بدراسة مشروع قانون سبق وأن كان قدمه الحزب الجمهوري اليميني لم يحظى أنذاك بموافقة المجلس ويهدف إلى تضمين الدستور بقواعد جمهورية لمنح الدولة سلطة لأتعامل مع خطابات الكراهية والتطرف في داخل فرنسا هذا هو ألبير فرحات الخبير الأمني ينضم إليه مباشرة من باريس مرحبا بك سيد ألبير يبدو أن العملية كانت جاهزة كانت فقط تنتظر فرنسا أو كانت تنتظر الرئاسة الفرنسية القطرة التي ستملأ الكأس لتنطلق هذه العملية هل كانت شرارة مقتل المدرس هي بالفعل ما كانت تنتظره الرئاسة الفرنسية أم لا كما ذكرت في التقرير هناك العديد من القضايا سرعت بهذه الإجراءات لكن لنأخذ أن تاريخا من سنة 2015 لغاية الأسبوع الماضي ليلة وقوع الجريمة هذه الجريمة الشنعاء هناك العديد من القرارات والقوانين التي سنت واتخذت في فرنسا في هذا الإطار أيضا موسم خلينا نسمي الموضوع كذلك موسم المزايدات السياسية بدأ ليلة البارحة لدي بعض النقاط وبعض الأرقام يجب تذكيرها للمشاهدين أن فرنسا لغاية الآن قبل حصول الحادثة قامت بطرد 411 أجنبي متهمين بقضايا إرهاب أقفلت فرنسا 356 مركز ومجد وجمعية أيضا متهمة بالإرهاب أو دعم الإرهاب اليوم وزير الداخلية الفرنسي طلب مباشرة على القناة الفرنسية الأولى بإقفال مجد أحد ضواحي باريس التي ذهب منها أحد الأمة بين قوسين من أجل مواجهة مديرة المدرسة التي يعمل بها هذا الأستاذ يعني الجو العام موجود الكراهية ضد الإسلام موجودة أيضا التناقض داخل الجمعيات الإسلامية والمتطرفين أيضا موجود الأياد الخارجية التي تعمل وتدعم هذه الجمعيات كلها أيضا موجودة يعني لدينا كل هذه العناصر التي تساهم في تأزيم الشارع الفرنسي ولكن تفضلت وقلت يعني القضية أستاذ البيرل رئيس الحكومة أفضل الموضوع ليس جديد الموضوع ليس موضوع جديد أليست المساجد يا أستاذ البيرل ليس بالجديد نعم ولكن أنا أقصد قضية المراقبة إغلاق المساجد أما كلهم يعني قيد المراقبة المساجد قيد المراقبة أيضا في فرنسا مفائدة التجديد التأكيد على ذلك الآن بهذا التوقيت كانت المراقبة مستمرة منذ فترة طويلة اليوم هل لعوامل خارجية ربط بذلك اليوم أستاذ فرحات خلينا نربط موضوع تركيا اليوم وطبيعة الصراع يعني لربما الذي يغضع كثيرا تركيا يدها ظاهرة للعلن في الموضوع عفوا تمام اليد التركيا ظاهرة للعلن يعني اليوم تمت عملية مداهمة أربعمائة شخص أربعين شخص عفوا تمت مداهمة أربعين شخص سلاسين منهم لهم ارتماطات لهم ارتباطات وأجندات مع تركيا هذه بما أعلنت عنه وزارة الداخلية الفرنسية الشيء الجديد القديم الجديد هنا أننا بدأنا نتهم اليسار يتهم اليمين واليمين يتهم اليسار ليحضر اليمين المتطرف من أجل استخدام كل هذه الأصص هناك أجندات انتخابات رئاسية قادمة هذا الموضوع انطرح على العلن في كل هذه النقاشات لكن بالعودة لعملية مكافحة التطرف وجدت الأجهات المختصة أن عشر حالات فقط منها تم تجنيدها عبر المساجد المعتمدة من سنوات السمانين لكن الذين يتم تجنيدهم وإرسالهم يتم عبر قنوات خاصة أتت عبر موجات الهجرة أو غيرها مع الأتراك وغيرها من الدول الداعمة لهذا التطرف هذا التيار السلفي المتطرف هنا فرنسا يجب عليها أن تناقش الأمور مع حلفاء السياسيين من أجل أن تترك الإسلام في فرنسا خارج عن كل الحسابات السياسية ولكن على الصعيد الداخلي على الصعيد الداخلي أستاذ ألبير ماذا على فرنسا أن تفعل نحن نتكلم عن حرية التعبير من فرنسا ونتكلم بأن المتطرفين قد يستغلون حرية التعبير هذه قد يكون هناك من يرمي بطرح ويقول لك يا أستاذ ألبير بأن النموذج الفرنسي هو نموذج لا يتبنى كثير أو تتبنى كثير من الدول الأوروبية بأمريكا على سبيل المثال وأنا ضد المقارنات ولكن فقط المقاربة بهذا الحوار أستاذ ألبير يعني إن كان هناك مدرس قام بازدراء دين معين ازدراء أي طرف لربما معين في داخل المدرسة هذا ثاني يوم إلى السجن مباشرة ويتم إغلاق المدرسة ربما بشكل أو بآخر بفرنسا الموضوع كان مختلف فهل يجب أن يكون هناك مراجعة لطبيعة هذه المساحة من حرية التعبير الفرنسية الممنوحة بشكل أو بآخر أم لا أرجع للمداخلة التي دخلت فيها بسؤالك الأول أن الرئيس الفرنسي كان لديه مشروع سياسي وأعرب عنه قبل شهر من الآن ألا هو مكافحة هذه الجمعيات والجمعيات الانفصالية باسم الإسلام أو غيرها هنا فرنسا تختلف عن جارتها بريطانيا في عملية حرية التعبير وحرية الرأي وعملية حرية الصحافة هذا هو يدخل ضمن الباب نحن في القرن الـ 21 ولسنا في القرون الوسطى إذا كان هناك أمر فهناك قضاء علينا برفع الأمر إلى القضاء وليس بأن نقوم بإصدار فتوى من شخص معروف بانتماءاته من أجل القيام بهكذا عمل نرجع لقضية التعامل الداخلي للجمعيات الإسلامية ودورها في توعية المواطنين وأيضا أعضاء هذه الجمعيات إذا تم نشر صورة كاريكاتور للرسول محمد أيضا نشرت صور أخرى ولم يقوم المسيحيين بقتل رسامي الكاريكاتور عندما نشروا صورة للمسيح أو غيرها تسمح لي أنت أثاث نقطة مهمة لربما بحاجة إلى ساعة من الحوار هذه النقطة أستاذ ألبرو ولكن لماذا؟ هل هناك لربما طريقة فهم مختلفة من قبل أتباع هذه الديانات للعلمانية الفرنسية؟ هل العلمانية الفرنسية؟ أيضا هناك طرح في الداخل الفرنسية أقول لك العلمانية الفرنسية أصبحت وكأنها دين جديد بحد ذاته ينشئ المضاد أو يدفع لمن يضاد هذه العلمانية أو يعاكسها في الطرح إلى أن يصبح أكثر تطرفا يعني قضية في المتلقي اليوم أو فيما تطرحه العلمانية الفرنسية أستاذ ألبرو في الجواب زوح الدين هناك موقف للعلمانية الفرنسية وهناك أيضا خوف من هؤلاء أن تصير شغب وأحداث في الضواحي خصوصا هذا هو السياسي الفرنسي بين نارين نار أن نقوم ونطبق بيد من حديد القانون وبين أن تقوم لدينا شغب كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه تم التعرض للدين الإسلامي أو تم التعرض لعرق ما لكن بالعودة أريد توضيح بعض النقطة أن وزير الداخلية الفرنسية عندما حصلت الجريمة كان في المغرب أعتقد تبعتم ذلك وكان في المغرب من أجل قول الأخوة المغاربة والجزائريين والتونسيين لأنه سوف تكون زيارته الأسبوع الماضي أن كل ما أقوم به من عملية طرد لهؤلاء ليست العملية المستهدف فيها هذه الدول المغاربية وإنما المستهدف الآن هي ما يحدث وما يأتي من تركيا إلى فرنسا من أئمة تحت غطاء أنهم أئمة وهم في الحقيقة يعملون لدى أجهزة المقابعات التركية هذا هو السؤال حتى نفرق سامحني أنا أسف لأن هذه نقطة مهمة جدا الدقيقة الأخيرة في الداخل الفرنسي هل هناك تفرق هل يفرق الفرنسيون اليوم ما بين الإسلام كدين وله أتباعه ودين معتدل والأصوات العربية وإدانات من الدول العربية كثيرة لما حصل اليوم وأن الحملة هي ضد المتطرفين الذين قد يكونون في أي من أتباع أي ديانة أستاذ ألبير بقي دقيقة الرجاء نعم للأسف الشديد للأسف الشديد في فرنسا هنا هناك حالة من الغوغاء تشمل كل ما تذكر أنك مسلم أنك عربي فأنت مسلم وتصبح الأمور تتعامل معك بشكل من الحساسية لماذا دينكم عنيف بهذا الشكل هؤلاء يسيئون يسيئون بقوة للدين الإسلامي ولكل تعاليم الدين الإسلامي وعلى المسلمين حاليا في فرنسا ليس أن يبرروا وإنما أن ينشروا فعلا ما هي حقيقة الدين الإسلامي على صعيد التسامح وعلى صعيد التعامل أود أن أشكرك سيد ألبير كنت أتمنى أن يمتد بالحوار ترأى الكثير من تساؤلات ترأى معي أثناء الحوار محضرتك قد نفتح بابها ونطرق بابها مرة جديدة في لقاء آخر ألبير الفرحات شكرا جزيلا لك من فاريس الخبير الأمني شكرا